في تلميح أمريكي جديد رافض لانقلاب حفتر أعلن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلند رفضه للحلول الفردية وتجديده على رفض بلاده أي محاولة أحادية تفرض مستقبل ليبيا بقوة السلاح تلميح السفير نورلند الذي وثقه فيه رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح هذه المرة وإن كان يكشف دون مواربة الموقف الأمريكي من انقلاب حفتر إلا أنه لم يكشف بعد موقف واشنطن من تزايد التغلغ للروسي في معسكر حفتر وعقيلة خصوصا بعدما أقر صالح وعلى رؤوس الأشهاد بالبصمات الروسية على مبادرته الأخيرة حتى أن طلب الهدنة بدواع إنسانية هو مقترح روسي بالأساس الارتياب الأمريكي الممزوج بالصمت تجاه تصاعد إمساك روسيا بدفة توجهات معسكر حفتر وعقيلة قبله نوع من الارتياح الأمريكي للدور التركي الداعم لحكومة الوفاق إلى الحد الذي ذهب فيه بعض المسؤولين الأمريكيين لوصف دخول تركيا على خط الأزمة الليبية بأنه دور سيحدث توازن قوة يدفع في النهاية إلى تصوية سياسية ترسي السلامة في ليبيا إذن هو تعبير عن الأسف ثم رفض واضح لانقلاب حفتر الأخير يعبر عن اهتمام الخارجية الأمريكية عبر سفارتها بليبيا بتطورات الملف الليبي غير أنه لا يكشف بعد عن موقف واشنطن الواضح والحازم غمض يزداد مع اشتداد ضربات فيروس كورونا ودخول الولايات المتحدة سنة انتخابية تنشغل فيها أمريكا بنفسها للحد الذي توصف فيه بالبطة العرجة اشتركوا في القناة